يقول بعد صلاة الفجر دائما أقرأ جزء من القرآن وهذا أنسب وقت لي أحيانا أنعس ثم أكمل بعدها والسؤال سمعت أن ذلك مكروم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي يعني وفيه نوم يخشى أن يسب نفسه ولا يشعر لأنه يقرأ وهو لا يدري ماذا يقرأ نعم إذا شعر الإنسان بالنعاس ينام لا يقرأ وهو نعم يقرأ آيات غلط ممكن يشرك وهو يقرأ وهو لا يدري ذاك لا الأصل الإنسان تدبر ليس المقصود كثرة القراءة وإن نوعية القراءة أفلا يتدبرون القرآن وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته